في زمان حقوق الإنسان وحقوق الحيوان في زمان التقدم والكذب يموت تلاتون طفل من الجوع لا يجدون الطعام لا يجدون ما يأكلونه والله أيها الكرام على موائد الإفطار على موائد الإفطار لا يجدون إلا التمر وإلا الماء إلا التمر والماء منذ عشرة أيام لم يفطر إخوانكم في غزة إلا على التمر وعلى الماء بل والله الذي لا إله إلا هو إنهم ينامون بلا صحوق ينامون بلا صحوق ويفطرون على التمر وعلى الماء حتى أنني سألت أحدهم في شمال قطاع غزة منذ تسعة أيام أو تمانية أيام من رمضان هل أفطرت على غير الماء وعلى التمر؟ قال لي والله هذا إن وجدنا مع الماء تمر غزة لا تزالين عطشا غزة لا تزالين عطشا وعلى النفط نامت الصحراء العباءات كلها من حرير والليالي رخيصة حمراء يا غزة لا تنادي عليهم يا غزة لا تنادي عليهم قد تساوى الأموات والأحياء يا غزة يا غزة لا تنادي قريشا فقريش ماتت بها الخيلاء يا غزة لا تنادي قريشا فقريش ماتت بها الخيلاء لا تنادي الرجال لا تنادي الرجال من عبد شمس لا تنادي لم يبق إلا النساء لا تنادي الرجال من عبد شمس لا تنادي لم يبق إلا النساء أقول أيها الكرام هذا ملك الله ولن يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله هذه أرض الله ولن يحدث في أرض الله إلا ما أراد الله فلتصنع إسرائيل كما شاءت ولتمدها بالطائرات أمريكا كما شاءت وليتعاون معها صهاينة العربي كما شاءون كما يشاءون هذه أرض الله ولن يحدث في أرض الله إلا ما أراد الله رضينا بقدر الله ورضينا بقضاء الله لم يبقى معنا لا قريب ولا بعيد ولكن لم يبقى لنا إلا الذي هو أقرب إلينا من حبل الورين هو الله هو الله أين إسرائيل هو الله أين أمريكا هو الله أين صهيدة العرب هو الله أين من عاونهم ومن خاننا هو الله الذي لا إله إلا هو فهو معنا هو معنا في أحزاننا في أتراحنا في أفراحنا هو الله فيا رب يا رب لم يبقى لنا سؤال إلا لك ولم يبقى لنا أمل إلا بك فلا تخيب رجاءنا ولا تخيب آماننا واجعل نهاية صبر أهل غزة الفرج القريب يا أرحم الراحمين أحبتي أقول ختاما إن هذه الجراح عظيمة ونعلم والله أنها عظيمة وما أسهل القتل في غزة يقتل الأبرياء في الشوارع أمام أنظار العالم أمام أنظار العالم ليس هناك شيء يخفى عن العالم فالله سبحانه وتعالى صخر أن تصل كل هذه المقاطع إلى العالم كله رغم أن إسرائيل قطعت الإنترنت وقطعت جميع وسائل الاتصال عن غزة إلا أن الله صخر أن تصل هذه المقاطع كل دقيقة إلى العالم حتى لا يُعبر أحد أمام الله حتى لا يأتي أحد يوم القيامة من حكامنا ويقول لم أرى حتى لا يأتي أحد من حكامنا يوم القيامة ويقول لم أسمع لم أرى أطفال غزة يموتون من الجوع والله ستسألون والله ستسألون عن أطفال غزة ستسألون عن الذين ماتوا من الجوع والله سنقف أمام الله يوم القيامة ونسألكم أمام الله سنحاجزكم أمام الله لم نأخذ حقوقنا في الحياة ماتوا جياع ماتوا على موائد الإفطار لم يأخذوا حقهم في الدنيا ومن سيعيد لهم حقهم الأمم المتحدة هذه الأمم المتحدة على المسلمين هذه الأمم المتحدة على العرب وليست الأمم المتحدة من سيأتي بحقنا حقوق الإنسان حقوق الحيوان قتل حيوان في غاب جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر مسألة فيها نظر أيها الكرام أقول ختاما لما جاءت كورونا جلس العالم كله عام كامل توقفوا عن الأعمال توقفوا عن الحياة لبسوا الكمامات ولم يستطع الواحد أن يظهر وجهه إلى الناس خوفا من كورونا ألا يستطيح هؤلاء اليوم أن يتوقفوا عن كل شيء من أجل أطفال غزة؟ ألا يستطيح هؤلاء أن يخفوا وجوههم خجلا من أطفال غزة؟ أوقفتهم كورونا سنة واحدة ولم يستطع المشاهير ولا غيرهم أن يقفوا ستة أشهر؟ بل يظهرون الطعام على المواقع الاجتماعية ويظهرون الإفطارات ويتباهون بموائد الإفطار على الموائد في شهر رمضان إني والله أحذركم إني والله أنذركم توقف العالم سنة كاملة عن كورونا لا يستطيع الصديق أن يجلس بجوار صديقه ولا يستطيع الأخ أن يجلس بجواره يا أخي كانوا يجلسون في بيت واحد كل واحد في غرفة بسبب كورونا سنة واحدة توقف العالم كله بسبب من؟ صرخط طفل سوري صرخط طفل سوري قال قبل موته سأخبر الله بكل شيء توقف العالم كله فماذا يقول الجياء الذين يموتون في شوارع غزة؟ ماذا سيقولون؟ موسيقى